موسيقى الجيش الامريكي يؤكد سقوط صاروخينه بمحيط قاعدة للتحالف في الحسكة دون اضرار موسيقى فاريس ستعهد بمواصلة العمل على منع افلات مسؤولي نظام طهران من العقاب موسيقى جمعة حاشدة جديدة في سستان وبلوشستان والامن الايراني يواجه المحتجين بالرصاص الحي موسيقى لمسؤولينا ووزراء سابقين بالتأمر على امن الدولة والرئيس سعيد موسيقى موسيقى حياكم الله قال الجيش الامريكي ان صاروخين استهدفا قاعدة امريكية في شمال شرق سوريا لكنهما لم يسفرا عن وقوع اصابات او اضرار في القاعدة واضاف الجيش الامريكي في بيان ان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تفقدت موقع اطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يطلق وكانت وسائل اعلام كردية قد تحدثت عن دوي ثلاثة انفجارات في محيط مدينة الشداد بمدينة الحسكة قرب حدود سوريا مع العراق واضح المرصد السوري ان دوي الانفجارات قد سمع بمحيط القاعدة الامريكية في الشداد بريف الحسكة كما اشار الى ان المنطقة تشهد هجمات متكررة من قبل خلايا داعش اكد المبعوث الامريكي الى سوريا نيكولاس جرانجر ان الولايات المتحدة الامريكية تعارض بشدة العمل العسكري الذي تنوي تركيا تنفيذه في سوريا لافتا الى انه يزيد من زعزعة استقرار حياة المجتمعات والاسر داعيا الى وقف التصعيد الاخير الذي وصفه بالخطير وغير المقبول ويهدد الاعمال التي قامت بها واشنطن ضد داعش وسلامة القوات الامريكية في سوريا تعارض الولايات المتحدة الامريكية بشدة العمل العسكري الذي يزيد من زعزعة استقرار حياة المجتمعات والاسر في سوريا وندعو الى وقف التصعيد فورا التصعيد الذي حدث في الايام الاخيرة خطير بشكل غير مقبول ويهدد الاعمال التي قمنا بها ضد داعش وسلامة الموظفين والقوات الامريكية العاملة في تلك المنطقة اتشهد برفقين اتنين اشتشهدوا اي دوامهم بالحرس يعني اذا هما اشتشهدوا الله يرحمهم يعني يا هما يا نحنا كنا نشتشهد انو هون مكان مدنية يعني منشأة مدنية وضار بنا بالطيران ولا عنا لا عسكري لا شيء واتمنى انو الناس تعيش بامان وسلام وما بدنا اكتب هيك نحن هلا هنا ارهابيين ونحن هلا هنا اشيه ولا اشيه قصف التركي قصف البنية التحتية للشمال السوري يعني قصف مراكز الغاز والكهرباء والماء الاطفال ما بقى يروح على المدارس يعني هي تؤثر على الشعب هون يعني الاطفال ما يروح على المدارس ما قصف العسكرين فقط المراكز المدنية والمراكز الخدمية قال المستشار الالماني اولاف شولتس ان سعي ايران لتقصيب اليورانيوم يؤكد اهمية بذل المزيد من الجهد لضمان عدم حصولها على قنابل وصواريخ نووية واوضح ان منعها من امتلاك اسلحة نووية هدف مشترك لالمانيا وفرنسا والحلفاء الاخرين كبريطانيا وامريكا بقدر ما يتعلق الامر بسياسة تخصيب اليورانيوم في ايران فان هذا يؤكد مرة اخرى الى اي مدى من الصواب بذل كل شيء لضمان عدم حصول ايران على قنابل وصواريخ نووية هذا هو احد اهدف السياسة المركزية التي اتبعتها فرنسا والمانيا جنبا الى جنب مع الحلفاء خلال السنوات الاخيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وما زلنا ملتزمين به بعد تدهور الامال في العودة الى الاتفاق النووي كشفت صحيفة نيويورك تايمز ان البيت الابيض قد غير استراتيجيته تجاه تهران وتخلى عن اللجوء للتفاوض معها كما كان يفعل سابقا هل فقدت الولايات المتحدة صبرها مع ايران مؤخرا الاجابة هنا تتحدث عنها الصحيفة الامريكية نيويورك تايمز التي تقول ان تهران لم تترك لواشنطن خيارا سوى بدء حقبة جديدة من المواجهة المباشرة الصحيفة الامريكية تقول ان ديبلوماسية واشنطن انتهت والسبب يعود الى سياسات تهران فيما يتعلق بالسياسة الخارجية اوجد التحالف الايراني الروسي الذي عززته حرب اوكرانيا هو تم مع واشنطن يصعب تجسيرها وخصوصا ان تهران صرعت وطيرة تزويد موسكو بطائرات بدون طيار تراهن عليها لتعديل دفة الحرب الاوكرانية اما داخليا شكل قمع السلطات الايرانية العنيف للمحتجين عائقا كبيرا امام اي تطبيع ممكن للعلاقات او محاولة احياء الاتفاق النووي موسيقى عمل اخر دفع واشنطن لنهج اكثر تشددا مع ايران سببه تعاظم تهديد تهران للامن الدولي اكثر من اي وقت مضى اسباب كثيرة اخرى تحدثت عنها الصحيفة اولها تعثر الوصول لنتيجة على طاولة مفاوضات الاتفاق النووي ورفض ايران قبول زيارة مفاتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية اضافة الى تسريع ايران تخصيب الايرانيوم من نسبة ستين بالمئة داخل منشأة فوردو التي تثير شبهات بانشطة عسكرية لكن يبدو وفق نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة بدأت تضع خطة مواجهة عسكرية والتضرب على ضرب منشأة فوردو النووية والمحصنة وسط الجبال طالبت الخارجية الفرنسية النظام الايرانية بوقف قمع الاحتجاجات واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وضمان حق التظاهر السلمي الخارجية الفرنسية اكدت ان باريس سوف تواصل جهودها في المحافل الدولية والاوروبية لمنع المسؤولين في النظام الايراني من الافلات من العقاب عن قتل مهسى اميني اطلقت قوات الامن الايرانية النار على المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في محافظة سستان وبلوشستان التي تشهد اضطرابات كبيرة وقالت منظمة حقوق الانسان في ايران ان الحرسة الثورية قد استخدم معدات عسكرية بينها رشاشات ثقيلة لقمع الاهالي وقد سقط العشرات بين قتل وجريح بحسب ما افاد به حساب حملة نشطاء البلوش على انستغرام واكد الحساب نزول متظاهرين الى شوارع مدن ايران شهر وخاش وسروان في سستان وبلوشستان وهتف المتظاهرون في عاصمة سستان وبلوشستان زاهدان اكراد وبلوش اخوة متعطشون لدم القائد في اشارة للمرشد علي خامنئي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخترقت مجموعة بلاك ريوارد للقرصنة الالكترونية موقع وكالة انباء فارس التابعة للحرس الثوري الايراني مجموعة بلاك ريوارد نشرت رسالة على الصفحة الاولى لموقع وكالة فارس واكدت فيها انها قد حذفت ما يقرب من 250 تيرابايت من البيانات من جميع الخوادم واجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوكالة حذرت المملكة المتحدة من استمرار الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوث ضد النساء في اليمن متعاهدة بملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في قضايا العنف الجنسي وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبينهايم في تصريحات صحفية ان بلاده قادة الجهود في عام 2020 لفرض عقوبات الامم المتحدة الاولى على سلطان زابن القيادي الحوثي بسبب العنف الجنسي ضد النساء واكد السفير مواصلة الجهود الدولية لملاحقة القادة الحوثيين المتورطين بالعنف ضد النساء اليمنيات مشيرا الى ان القيود المفروضة على النساء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص وقال السفير ايضا ان الاجراءات والممارسات التي تنفذها الميليشيات تؤذي قدرة المرأة اليمنية وتمنعها من الوصول الى الرعاية الصحية وطالب بالتركيز على التحركات الاستبدادية المتزايدة للحوثي خاصة مدونة قواعد السلوك لموظفي الخدمة المدنية والتي قال انها ستؤدي الى كبح حريات اليمنيين وسحق اي مجال للمعارضة يواصل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن عملية الصيارة والتجديد لقصر الكثير التاريخي بمدينة تي سي اون بحضر موت الذي تضرر بفعل الفيضانات وسيول الامطار اضافة الى المتحف الوطني بمدينة تعز والذي تسببت الحرب الحوثية بتدمير جزء كبير من مبانيه واتلاف كثير من محتوياته يعد قصر سي اون بمحافظة حضر موت اليمنية احد اكبر المباني الطينية في العالم حيث ازدهر هذا النوع من العمارة في وادي حضر موت الى اليوم كونه يلائم مناخ المنطقة الذي يتميز بالحرارة والجفاف ويزخر اليمن بارث معماري تاريخي وحضاري تمتد جذوره الى الاف السنين ويعد قصر سي اون الذي بني في القرن العاشر الهجري حصنا للمدينة وواحدا من اهم المعالم المعمارية والاثرية في اليمن ويقول المسؤولون عن القصر ان السنوات العشر الاخيرة شهدت تزايدا في هطول الامطار لفترات طويلة ما تسبب في تشرب جدران واسطح الحصن وارضياته بالمياه ما ادى الى ظهور اضرار وعيوب على تلك الجدران ثلال العشر السنوات الاخيرة تزايدت الامطار وكانت تأخذ وقتا طويلا فتتشرب للأسف الجدران السطوح وارضيات الحصن بعض المياه الساقطة وفي مبادرة تنموية اعلن وزير الثقافة السعودي الامير بدر بن فرحان مطلع الشهر الجاري عن اعادة تأهيل قصر سيئون بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن وتنفيذ اليونسكو جاءت هذه المبادرة ضمن 224 مشروعا ومبادرة تنموية للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في سبعة قطاعات اساسية من ضمنها قطاع الثقافة والاثار وذلك لترميم المباني والمتاحف التاريخية في المحافظات المحررة ننظر للبرنامج السعودي لان لديه بصمات كثيرة مثلا في قصر سيئون بدأ الان الترميم فيه في المرحلة الاولى في السور الخارجي وانا امل ان يكون له بصمات في تعز لان تعز من كوبا في قطاع الاثر جدا وفي كل القطاعات لكن قطاع الاثر عانى كثير يعني من المؤسسات المتحفية ويسمى قصر سيئون ايضا بقصر الكثير نسبة الى الدولة الكثيرية التي حكمت وادي حضرموت وازدادت شهرته انتشارا مع طباعة صورته على احدى الفئات النقدية الورقية للعملة اليمنية وقد كان القصر حصنا ومقرا لحكم سلاطين الدولة الكثيرية لفترة طويلة اعلنت لجنة اطباء السودان المركزية وفاة متظاهر اخر متأثرا باصابته في مظاهرات امدرمان الاربعاء الماضي وقالت اللجنة ان المتظاهر قد قتل بسبب اصابته بمقذوف اي حجر اطلقته قوات الامن ومن جانبها جددت قوى الحرية والتغيير في بيان لها رفضها استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين وادانت الحركة الشعبية شمال بقيادة ياسر عرمان مقتلى شاب خلال تظاهرات امس الاول بمدينة امدرمان كما اضافت الحركة ان استمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين وغياب حماية المدنيين يشير الى انعدام المصداقية لتهيئة المناخ لانجاح الحل السياسي على صعيد اخر رفضت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم دعوة قوى الحرية للنقاش حول الاتفاق الاطاري متهمة اياها بالسعي الى تفكيك لجان المقاومة استبعدت مصادر عسكرية ان يتم توقيع اتفاق اطاري بينها وبين المجلس المركزي للحرية والتغيير الاسبوع المقبل واعتبرت المصادر ان الحرية والتغيير لم تستقطب احزابا من خارج مركزيتها في وقت اكدت فيه الحرية والتغيير ان مباحثاتها مع المكون العسكري تتم بصورة جيدة ورجحت ان يتم توقيع اتفاق الاسبوع المقبل يبدو ان الحرية والتغيير تسعى لان تنهي الشوط الاول من مباحثاتها مع المكون العسكري الى اتفاق اطاري يتم التوقيع عليه خلال الايام المقبلة بينما يعمل الاخير على اكمال الشوط دون نتائج هذا ما تكشفه معلومات الحدث بعد جولة من اللقاءات الثنائية تتزايد التسريبات من جهة وكذلك الامال والتوقعات من جهة اخرى توقع ان الاتفاق الاطاري خلال اسبوع الى عشر ايام يتم الاتفاق على كيفية توقعه والموقعين عليه ومن ثم الحوالي اربع الى ستة اسابيع نصل الى الاتفاق النهائي على الضفة الاخرى هناك تحالفات سياسية تتوسع يوما بعد اخر لتقطع الطريق امام توقيعي اي اتفاق جديد بعض المكونات السياسية مركزين على حوار سنائي فلنخرج من هذا الحوار السنائي فلابد ان نخرج بتواصل مع كل القوى السياسية الحد الادنى من استقطاب القوى السياسية من خارج مركزية الحرية والتغيير لم يتم فحركات الكفاح المسلح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل نظارات البجا والعموديات المستقلة بل والاحزاب التي شاركت في الثورة ما زالوا يرفضون التسوية مسألة الرجوع الى ما قبل 25 اكتوبر من نفس الغوة التي وقت على الوسيقى الأولى بتقدير امر صعب لا بد من تنازلات ولا بد من تضميم عديد من القوى الموجودة الآن في الساحة وليها صوت ولا تأثير اما لجان المقاومة التي تسعى الاحزاب السياسية من جهة والمجلس المركزي للحرية والتغيير من جهة اخرى لاستخطابها لصفه فهي تواصل الحراك وترفض التسوية اذا كان في اي تسوية اي غير دي حاجات بتخص كيانات تانية الكيانات دي في النهاية حتنزل باوين حتنزل باوين في السودان اذا في السودان في فعلين كثيرين تسوية دعينا لازل حق شهدان اول شيء اي تسوية بتاعتك لاسل احنا ضدها ظروف معقدة تحيط بالتوقيع غير ان البعض يعول على ان تبذل الالية الثلاثية وكذلك اللجنة الرباعية جهود مضاعفة بان يكون الاتفاق قابق وسيني او ادنى لينا يعقوب الحدث الخرطو فتح القضاء التونسي تحقيقات ضد خمسة وعشرين شخصا بينهم سياسيون ووزراء سابقون وإعلاميون بتهمة التآمر على أمن الدولة ورئيسها تقارير صحفية نقلت عن مصادر ان التحقيقات كشفت عن اتصالات للمتهمين مع عناصر اجنبية بهدف ضرب الامن التونسي والاطاحة بالرئيس قيس سعيد واوضحت ان من بين المتهمين الذين يجري التحقيق بشأنهم وزير الاستثمار الدولي في حكومة يوسف الشاهد الفاضل عبد الكافي ووزير المالية في عهد حكومة مهدي جمعة حكيم بن حمودة والمستشارة المستقيلة للرئيس التونسي قيس سعيد نادية عكاشة نبقى في تونس إذ انطلقت حملة الانتخابات التشريعية ولكن دون أي مظهر من مظاهر الدعاية في ظل مقاطعة الأحزاب الرئيسة في البلاد وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت عن قبول 1055 مترشحا بشكل نهائي للانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل بمنطقة سيد حسين جنوب العاصمة التونسية التقينا عادل الجامع أحد المترشحين للانتخابات التشريعية الذي شرع في القيام بحملته عبر وضع برنامجه الانتخابي في المكان المخصص له ولقاء أهالي المنطقة لإقناع الناخبين منهم بالتصويت لفائدته أول أيام الحملة بدى باهتا حتى أن أغلب المترشحين لم ينطلق بعد في حملته لدي عديد المشاكل التي لا نقدم عليها بما فيها من نقل التي الحمد لله معناتها العدد من الكران غير كافي العدد من التاكسيات غير كافي ولا بد من زيادة خطوط كذلك المصبر الشكير الذي يسمى المصبر المراقب هو غير مراقب انتلاق الحملة لم يقتصر على المترشحين فقط بل شمل أيضا منظمات المجتمع المدني جمعية عتيد بدأت عملها منذ ثلاثة أشهر ونشرت أكثر من ثلاثمائة ملاحظ في مختلف الدوائر الانتخابية وكانت هذه حصيلة مخالفات اليوم الأول هناك دعوة من بعض المترشحين لنشاطات في حين لما تصل للمنسق الجهوي بالهيئة الفرعية الهيئة الفرعية لم تكن على علم بالنشاط وهذه بداية الخروقات في الحملة الانتخابية هيئة الانتخابات تؤكد أنها أتمت استعداداتها البشرية واللوجستية لإجراء الانتخابات رغم التشكيك في سلامة المصار وأطلقت وحدة ميدانية لرصد الحملة الانتخابية على وصائل الاتصال السمعي البصرية الجديد هي الوحدة يدي التي هي وحدة تم أحداثها بمقتداء القرار الترتيب الجديد عدد 31 في سنة 2020 وهي وحدة رصد الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري معناها في القنوات التلفزية والإذايات وتستمر الحملة الانتخابية بالداخل إلى الخامس عشر من الشهر القادم قبل يوم الصمت الانتخابية وسط جدل نحاد فرضته طبيعة الظرف السياسي الاستثنائي رغم الانتلاق المحتشم للحملة الانتخابية في الداخل والانقسام الحاصل بشأنها لأن المراقبين يعتبرون أنها ستكون ساخنة نظرا لخصوصية الاستحقاق التشريعي ودوره في نحط ملامح المشهد السياسي القادم باعتباره آخر المحطات على درب تأسيس الجمهورية الجديدة وليد عبدالله الحدث تناس أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد وضع حقوق الإنسان في مصر وقال البرلمان المصري أن قرار البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة منتقدا في بيان ما وصفه بالنهج الأوروبي الاستعلائي والوصائي تجاه مصر أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أغطاي أن تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة مستمر في إطار الإرادة المشتركة والمصالح والاحترام المتبادل تصريحات المسؤول التركي تأتي على خلفية تقارير تحدثت عن قمة ثنائية عقدت بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجل طيب أردوغان في قطر على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قضية شغلت مصر خلال الساعة الماضية قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنانة من نشلبي بعد استجوابها إثر ضبطها في مطار القاهرة الدولي عائدة من نيويورك وبحوزتها مواد يشتبه بأنها مخدرة قالت النيابة في بيان إنه تم إخلاء سبيل الممثلة المصرية بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه وبحسب التحقيقات الأولية فإنه أثناء خضوعها للتفتيش داخل جمالك مطار القاهرة عثر بحوزتها على 12 كيسا يشتبه بأنها ماريجوانا تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها زوروا أيضا موقعنا الحدث دوت نت تحية وإلى اللقاء تيراندازي مستقيم به مقدوم تيراندازي مستقيم به مقدوم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة